أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة مهم جدا أبدأ الحلقة بيتعزية واجبة في وفاة الكابتن حازم الحديدي أحد الشخصيات الرياضية اللي كان لها دور مهم جدا في ألواسة الرياضي وصديق عزيز لكل الزملاء في ألواسة الرياضي ما بين إعلاميين وصحفيين ولعايبي التاكورة ومدربين كل ألواسة الرياضي كان صديق ليهم حازم الحديدي خلال السنوات السابقة يمكن النهاردة وفاته كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا لكن طبعا إلا لنا وإن إلهي رجعون البقاء والدوام لله وخالص التعازي لأسرة حازم وعلى عائلته ولكل زوية وربنا يجعله بإذن الله في جنة النعيم بإذن الله إن شاء الله ورحل الأغلى مننا كلنا ودي دايما حال الدنيا لكن البقاء لله لأسرة حازم الحديدي والدوام لله وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرحمه ويخفر له ونشوفه في الجنة يا رب بإذن الله ونجتمع به في الآخر بإذن الله في الجنة إن شاء الله طب دي كانت نقطة مهمة جدا لازم أبدأ بيها لأنه كان شخصي جميل جدا وعزيز على كل أسرة الوسط الرياضي الكابتن حازم الحديدي